احتج عمال صندوق ضمان الاجتماعي للأجراء بوكالة خنشلة تنديداً بالمشاكل التي يتخبط فيها عمال الوكالة نتيجة الصراعات مع الإدارة أدت بالجميع إلى أروقة العدالة نحن كعمال الضمان الاجتماعي لوكالة خنشلة نحن ندرنا هذا الوقف الاحتجاجية كما تكلموا الزمال التاعي عندنا فيثنا صاري على مستوى الصندوق نحبه كما نقول واحد ندروله حد نحن عمال الضمان الاجتماعي للأجراء وكالة ولاية خنشلة قمنا اليوم بوقفة احتجاجية لتبليغ صوتنا رسالة إلى المديرية العامة نظراً لما نعانيه من مشاكل بسبب مجموعة معروفة داخل وكالتنا هذا الوضع أثر سلباً على مصاري المهني للعمال مما دفعهم للمطالبة المدير العامة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة أنا نوجه باسم الإطارة صندوق الضمان الاجتماعي وكالت خنشلة رسالة المديرية العامة بأن الوضع رأوا خطير خطير جداً كان فتنة كبيرة ولا هذا الليجان اللي رأوا ما يبعثوا فيهم هكذاك باش غير للترقيع وكاين غير للمية وجدوناش إلى حد الآن حل نهائي يعني عند هاللمشكلة رأوا تقريب في عامين وشك فواه كل خطراء يبعثونا لجان هكذاك انتعى حلول مؤقتة نطالبوا بحضور المدير العام شخصياً باش يفض هذا النزاع هذا لروا قائم والنزاع هذا لو عنده مدة هو قائم اللي هنا في الصندوق انتعنا حنا نتمناه أنه المطالب انتعى العمال هذي يستجيبوا لها من جهتنا حاولنا نقل انشغالات هؤلاء للمدير الصندوق إلا أنه رفض الحديث فإلى متى تبقى الاحتجاجات السبيل الوحيد لإيصال انشغالات العمال لأصحاب القرارة